السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم شهر رسلان وأهلا وسلام بكم في فيديو جديد وفي هذا الفيديو سوف نتحدث عن نهاية شهر رمضان الكريم وبداية عيد الفطر المبارك مع نهاية شهر رمضان الكريم يهل علينا عيد الفطر المبارك بنسماته وروحانياته المبهجة على الأمة الإسلامية في شتى بقاع الأرض وتختلف العديد من الدول العربية حول موعد تحديد عيد الفطر المبارك والاحتفالات بعيد الفطر المبارك في أوروبا وخصوصا في ألمانيا لها أيضا تقوصا مختلفة تشترك مع الدول العربية في صلاة العيد وتختلف في مظاهر الاحتفال به ولكن في موعد تحديده تترقبه مثل الدول الإسلامية كما يستقبله الكثير من المسلمين في نهاية هذا الأسبوع في ظروف استثنائية لم يشهدوا مثيلا لها تفرض التباعد الاجتماعي وتمنع التواصل المباشر وسط إجراءات الأغلاق بشكل متفاوت في حدته بين الدول أعلن المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا أن أول أيام عيد الفطر السعيد لهذا العام سيكون يوم الرابع والعشرين من مايو أيار الجاري لافتا أن شهر رمضان هذا العام 1441 سيكمل ثلاثين يوما من تاريخ بدئه حسب ما أعلن الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك وقال المجلس الأعلى للمسلمين أن ليلة الشك ستكون يوم الجمعة المقبلة الواقع في الثاني والعشرين من شهر مايو أيار الجاري لافتا أن التاريخ المؤقت لنهاية الصوم بناء على الحسابات الفلكية الدقيقة سيكون يوم السبت الواقع في الثالث والعشرين من شهر مايو أيار الجاري وعليه سيكون أول أيام الفطر السعيد في اليوم التالي وهو يوم الرابع والعشرين من شهر مايو أيار الجاري اللهم اختم لنا شهر رمضان المبارك برضوانك والعتق من نيرانك واجعله شاهدا لنا لا شاهدا علينا وأعده علينا أعواما عديدة وأزمين مديدة تقبل الله مننا ومنكم الصيام وجعلنا الله وإياكم من العتقاء من النار دمتم في أمان الله وحفظه ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر